من الكويت من الاخ مبارك من الكويت تفضل يا مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل حياك الله وبياه مبارك ولا براك إن كنت مبارك وبرك إن شاء الله تكون البركة فيما أطرحه تفضل يا مبارك عليك فرصة سؤال وعلى عجل طيب لماذا هذا الخوف من خار الدراجي سم اسمي ثائر الدراجي وليس مبارك طيب خلاص أنت يا أخ ثائر نعم أنا أعلم الأخوان لا يحتاج أنك تكتب وتجيب أسماء أخرى قل اسمي ثائر الدراجي وأتيح لك فرصة مثل غيرك من الناس على أن تطرح سؤال طيب ونعطيك فرصة سؤالين طيب اطرح السؤالين فقط طيب ونحن نجيبك على أسئلتك بكل رحابة صدر بشرط بس نعم أن تلتزم حدود الأدب إن شاء الله والتعقل سؤالين فقط نعم رب نعم نحن تربية علي بن أبي طالب لن نصي الأدب والله ما ظلنيتك ما ظلنيتك لو كنت تربية علي بن أبي طالب ما لجأتوا للكذب لماذا حكمت علي الآن بأني كذاب لأن دينك تقول تسعة أعشار الدين التقية ونحن نعتقد أن عشرة أعشار الدين الصدق أنت دينك التقية أيضا في القرآن الكريم التقية كذب 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 سؤالك على وجه السرعة يا دي الله هذا الخوف بسرعة وقال أول نعم لماذا منع تدوين الحديث بعد وفاة رسول الله ومن الذي يقوم بجمع الأحد دعني أكمل السؤال أخي الكريم هذا الحديث لا لا سؤال واحد السؤال الثاني السؤال الثاني تفضل طيب شوف الخوف السؤال الأول هو له ترتيبات يا أخي لا 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 راح توكل عجل طيب السؤال الثاني نعم السؤال الثاني هل عندما تكلمت عن كتب الحديث الشيعة هل أنت متأكد بأن كل ما جاء في كتب حديث للسنة والجماعة ويمثل الإسلام خاصة من بول النبي وأن النبي كان مسعور وأن النبي كان يهجر كان مجنون حسبك حسبك كذب حسبك اقطع الاقتصالها اقطع الاقتصال مخري قضينا هذا مهو بسؤال أنا أدري عن سلوبك ولذلك تعامل بنقيض قصدك